بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ سعد إبراهيم الجريس معلم تربية خاصة في معهد التربية الفكرية غرب الرياض المرحلة الدراسية المتوسط للصف الأول متوسط لمادة الرياضيات تعليمات الدرس أرجو من الأسرة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتب والأدوات اللازمة والاستعداد للدرس توصيات للأسرة حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج وإطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب أرجو منك عزيز الطالب قبل البدء بالدرس أن يكون المكان مناسب ثانيا عدم الأكل أو الشرب أثناء الحصة أرجو منك عزيز الطالب عدم الانشغال بالأكل أو الشرب أثناء تقديم الدرس ثالثا إحضار الأدوات اللازمة مثل الكتب والأقلام الوحدة الرابعة لمادة الرياضيات درسنا لهذا اليوم هو مراجعة الوقت الذي تشير إليه الساعة النصف ساعة أهداف الدرس أولا أن يحدد الطالب أجزاء الساعة بشكل صحيح ثانيا أن يحدد الطالب الوقت المطلوب منه على الساعة بشكل صحيح ثالثا أن يكتب الطالب الوقت الذي تشير إليه أقارب الساعة بشكل صحيح لماذا نتعلم قراءة الساعة؟ تفيدنا الساعة في تنظيم الوقت فحينما نستخدم الساعة نعرف أهمية الوقت وكم من الوقت الذي نحتاج لننجز بعض المهام أجزاء الساعة يوجد لدينا هنا عزيز الطالب صورة للساعة سوف نقوم بالتعرف على أجزاء هذه الساعة الجزء الأول عقرب الساعات عقرب الساعات وهو العقرب القصير يشير هذا العقرب إلى العدد خمسة بمعنى أن الساعة هنا الساعة الخامسة الساعة الخامسة كذلك يوجد لدينا من أجزاء الساعة هنا عقرب الدقائق عقرب الدقائق يشير الأقرب إلى العدد إثنى عشر بمعنى أن الساعة الخامسة تماما الخامسة تماما إذن الجزء الأول عقرب الساعات عقرب الدقائق الجزء الثاني الأعداد من العدد واحد وحتى العدد إثنى عشر إذن الأجزاء الساعة تتكون من عقرب الساعات وعقرب الدقائق وكذلك الأعداد من العدد واحد وحتى العدد إثنى عشر الأقرب الصغير وهو أقرب الساعات العقرب الطويل وهو أقرب الدقائق النشاط الأول أرسم دائرة حول الصورة التي تمثل وقت بدء الحصة الدراسية الساعة الثامنة والنصف صباحا في هذا النشاط يوجد لدينا ثلاث صور لثلاث ساعات سوف نقوم بقراءة الوقت في هذه الساعات ومن ثم تمييز الساعة التي تشير إلى الساعة الثامنة والنصف الساعة الثامنة والنصف نقوم بقراءة الوقت في الساعة الأولى أقرب الساعات وهو الأقرب القصير أو الصغير يشير إلى العدد ماذا؟ إلى العدد ستة أحسن تبارك الله فيك أقرب الدقائق وهو الأقرب الطويل يشير إلى العدد إثنى عشر بمعنى أن الوقت هنا أو أن الساعة تشير إلى الساعة السادسة تماما هي الساعة السادسة تماما الساعة الثانية عقرب الساعات وهو الأقرب القصير يشير إلى الساعة الخامسة كذلك أقرب الدقائق يشير إلى العدد إثنى عشر بمعنى أن الوقت في هذه الساعة الساعة الخامسة تماما الساعة الخامسة تماما نذهب لقراءة الوقت في الساعة الثالثة أقرب الساعات يشير إلى العدد ثمانية بمعنى أن الساعة الثامنة الساعة الثامنة عقرب الدقائق يشير إلى العدد ستة يشير إلى العدد ستة بمعنى أن الوقت في هذه الساعة هو الساعة الثامنة والنصف الساعة الثامنة والنصف النشاط يقول أرسم دائرة حول الصورة التي تمثل وقت بدء الحصة الدراسية الساعة الثامنة والنصف نقوم بتمييز الساعة التي تشير إلى الساعة الثامنة والنصف نقوم بتمييز هذه الساعة وذلك بوضع دائرة عليها كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بتمييز الساعة التي تشير إلى الساعة الثامنة والنصف النشاط الثاني صل بين الصورة والوقت المناسب في هذا النشاط يوجد لدينا ثلاث صور لثلاث ساعات سوف نقوم بقراءة الوقت ومن ثم اختيار الخيار الصحيح الساعة الأولى الساعة الثانية الساعة الثالثة عقرب الساعات في الساعة الأولى يشير إلى الأدد سبع بمعنى أن الساعة هي السابعة أقرب الساعات وهو الأقرب القصير يشير إلى الأدد سبعة بمعنى أن الساعة السابعة كذلك أقرب الدقائق يشير إلى الأدد ستة بمعنى أن الوقت هنا هو الساعة السابعة والنصف الساعة السابعة والنصف نقوم بتمييز الخيار الصحيح وهو الخيار الثالث الساعة السابعة والنصف نذهب لقراءة الوقت في الساعة الثانية أقرب الساعات يشير إلى الأدد واحد أقرب الساعات يشير إلى الأدد واحد بمعنى أن الساعة الواحدة الساعة الواحدة كذلك أقرب الدقائق وهو الأقرب الطويل يشير إلى الأدد ستة بمعنى أن الوقت في هذه الساعة هي الساعة الواحدة والنصف الساعة الواحدة والنصف نقوم بتمييز الخيار الأول وهو الخيار الصحيح الساعة الواحدة والنصف أو الساعة الواحدة وثلاثون دقيقة الساعة الواحدة وثلاثون دقيقة نقوم بقراءة الوقت في الساعة الثالثة أقرب الساعات يشير إلى العدد 9 كذلك أقرب الدقائق يشير إلى العدد 6 بمعنى أن الوقت في هذه الساعة ساعة التاسعة والنصف الساعة التاسعة والنصف أو الساعة التاسعة و30 دقيقة الساعة التاسعة و30 دقيقة كما تشاهد عزيز الطالب قمنا بقراءة الوقت في الساعات الثلاث وكذلك قمنا باختيار الخيار الصحيح الساعة الأولى الساعة السابعة والنصف الساعة الثانية الواحدة والنصف الساعة الأخيرة الساعة التاسعة والنصف أو الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة النشاط الثالث لون الساعة ثم أرسم دائرة حول الوقت الذي تمثله في هذا النشاط يوجد لدينا ثلاث خيارات خيار الأول الساعة الواحدة والنصف خيار الثاني التاسعة والنصف الخيار الثالث والأخير الساعة الثانية عشرة وثلاثون دقيقة سوف نقوم بقراءة الوقت في هذه الساعة ومن ثم تمييز الخيار الصحيح وذلك بوضع دائرة ألي عقرب الساعات في هذه الساعة وهو الأقرب القصير يشير إلى الأدد 12 يشير إلى الأدد 12 كذلك عقرب الدقائق وهو الأقرب الطويل يشير إلى الأدد 6 يشير إلى الأدد 6 بمعنى أن الوقت في هذه الساعة هو الساعة الثانية عشرة والنصف الساعة الثانية عشرة والنصف أو الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة النشاط الرابع أرسم عقارب الساعة حسب الوقت المعطى أسفل كل ساعة في هذا النشاط يوجد لدينا مجموعة من صور الساعات كذلك سوف نقوم برسم عقارب الساعات وعقارب الدقائق بناءً عن الوقت المعطى لدينا في هذا النشاط الساعة الأولى الساعة الرابعة هو 30 دقيقة الساعة الرابعة هو 30 دقيقة الساعة الثانية هو الساعة الثالثة هو 30 دقيقة كذلك في الساعة التي في الأسفل حادية عشر وثلاثون دقيقة الساعة الأخيرة الساعة الثانية وثلاثون دقيقة الثانية وثلاثون دقيقة نقوم برسم عقارب الساعة وعقارب الدقائق أقارب الساعات وأقارب الدقائق الساعة الأولى أقرب الساعات يشير إلى العدد أربعة أقرب الدقائق يشير إلى العدد ستة الساعة الرابعة والنصف في الساعة الثانية أقرب الساعات يشير إلى العدد ثلاثة أقرب الدقائق يشير إلى العدد ستة بمعنى أن الساعة هي الساعة الثالثة وثلاثون دقيقة كذلك يوجد لدينا هنا الساعة الحادية عشر وثلاثون دقيقة في الساعة الأخيرة عقرب الساعات وهو العقرب الصغير يشير إلى الأدد اثنان عقرب الدقائق وهو العقرب الطويل يشير إلى الأدد ستة بمعنى أن الساعة هي الثانية وثلاثون دقيقة الثانية وثلاثون دقيقة يوجد لدينا هنا عزيز الطالب الساعة الثانية تماما الساعة الثانية تماما أقرب الساعات وهو الأقرب القصير يشير إلى الأدد إثنان كذلك أقرب الدقائق وهو الأقرب الطويل يشير إلى الأدد إثنى عشر بمعنى أن الساعة هي الساعة الثانية تماما الساعة الثانية تماما في نهاية هذا الدرس أشكر الطالب وأشكر الأسرة على استماعهم وإنصاتهم أتمنى لهم التوفيق والسداد هذا وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد